السلام عليكم ورحبا بكم ناسي جيسكا تجهر مع اخبار شبيب القبائل في جريدة الكمبيتسيون السبت 14 جنوبي 2023 قالك نحو تنقل اقاسي الى تركيا بن عمار يملي شروط لايك على الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق هذه في صباحة اليوم السبت 14 جنوبي 2023 جريدة الكمبيتسيون حطت عنوان نحو تنقل اقاسي الى تركيا اقاسي لن اغادر شبيب القبائل هو اللاعب لو يعود يسال بزاق في الضراهم الادارة دي فالادارة راح ترده لانها تصطدم امام امر الواقع وتقبل اعتدارته ونظن باللي اللاعب لن يغادر وحاجة اخرى انو الشبيب عند الحق تجيب ثلاثة لاعبين فقط يعني بالمعنى انها تسرح ثلاث لاعبين او اربعة لاعبين ولكنها راح يسرح تحرق منصوري وسرح بن ساحة وصانقو ولو تضمن مهاجم ليه من افريقيا راح تسرح وطارة يعني بالمعنى 95% اقاسي لن يغادر شبيب القبائل هذا تحليلي فقط لانه ربما الادارة غاضبة فقط منه اللاعب اقاسي وسيتنقل الى تركيا ولكم الهكم وشارككم في رجوع اقاسي الى شبيب القبائل والى تربص تركيا المهم بن عمار يملي شروطه حسب جريدة كمبيتيسيون بن عمار يملي شروطه على الادارة باقي تنقل الادارة المهم ندرك احنا نحتاج مهاجمين وراهي كاين سرية تمة في التعاقدات ولا احدى يدري ماذا يدور في نظر الادارة المهم هذا ما كاتبته جريدة كمبيتيسيون كاش اخبار جديدة راح نوصلها لكم باذن الله لانه كاين سرية تمة في التعاقدات نتمنى التوفيق في المركات وهذا اعطينا رأيكم في رجوع اقاسي لايك على الفيديو وابوني في القناة وتركونا تعليق هذا الفيديو جديد سلام خوتي